بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا عن مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الأول Chapter 1 Register Transfer and Micro Operations نتحدث في هذا الدرس عن أشياء ثلاث أولاً Main Computer Parts فيه نوضح ما هي أجزاء الحاسب الرئيسية ثانياً Register Transfer Language أو ما يختصر بRTL وفيه نوضح هذه اللغة التي تعرف بلغة نقل السجل ثالثاً Control Condition وفيه نستعرض بعض حالات التحكم التي تصحب تنفيذ بعض العمليات في الجزء الأول من Computer Parts كما نرى أي حاسب يتكون من خمس أجزاء رئيسية واحد أجهزة الإدخال Input Devices اثنين أجهزة التخزين Storage ثلاثة وحدة معالجة مركزية Central Processing Unit وتختصر بCPU أربعة أجهزة إخراج Output Devices وهذه الأجزاء الأربعة لكي تستطيع أن تتواصل مع بعضها البعض تحتاج إلى الجزء الخامس وهو ناقل النظام System Bus نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الأجزاء الخامس فنقول عن الجزء الأول Input Devices أنه الأجهزة التي تمكننا من إدخال البيانات إلى الحاسب وهذه إما أن تكون لوحة نفاتيح Keyboard أو Fara Mouse والجزء الثاني Storage Devices أو أجهزة التخزين إما أن تكون ذاكرة رئيسية أو ذاكرة ثانوية بمعنى إما أن تكون Main Memory أو تكون Secondary Memory الجزء الثالث Central Processing Unit أو وحدة المعالجة المركزية هو الوحدة المسؤولة عن معالجة البيانات وإجراء عمليات عليها هذه الوحدة تتكون من وحدات داخلية هي وحدة التحكم Control Unit وحدة الحساب والمنطق Arithmetic Logic Unit وتختصر بALU وعدد من السجلات أجهزة الإخراج إما أن تكون أجهزة عرض مثل الشاشات Display أو أن تكون أجهزة طباعة مثل الطابعات جميع هذه الأجزاء الأربعة تحتاج إلى ناقل النظام أو System Bus للتواصل إذن ناقل النظام عبارة عن كوابل أو موصلات لضمان تواصل أجزاء الحاسب مع بعضها البعض وإلى اللقاء في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر